بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية للصف الثالث الثانوي كنا قد تكلمنا وفي درس الماضي عن بداية أدب الحديث في بداية درس الماضي وفي أكثر من درس تحدثنا عن بداية أدب الحديث وعرفنا كيف بدأ الأدب الحديث وكيف عاد أهم العوامل التي ساهمت في عودته طبعا أنت تعرف أن الأدب ينقسم من القسمين شعر ونثر بدأنا بالشعر وعرفنا أهم المدارس الشعرية أو المذاهب التي ظهرت وعادة أدب منها مدرسة الحياء والبعث في عودة الأدب إلى سالف عهدي وعرفنا أيضا نماذج منها واخذنا البارودي وحافظ إبراهيم وخير الدين في بعض القصائد ثم أخذنا قصيدة أو مدرسة ديوان التي ثارت وكانت النقيض ردت على مدرسة الحياء وقالت أن الشعر هو التعبير عن النفس وكذلك الطبيعة وعرفنا أيضا نماذج منها وطبعا على رأسه من مازني واخذنا الموذج للعقاد أيضا في قصيدته عيران ثم انتقلنا إلى المدرستين التي كانت قريبة من بعضها البعض ومنهجها في أبولو وكذلك المهجر حدثنا مدرسة أبولو ومهجر وهي رحلات شعر الحر وشعر الحداثة ثم بدأنا بحركة الحداثة طبعا حداثة في الأدب وكيف أنها أصبحت حركة متأثرا بالأدب الغربي وكيف أنهم بدأوا بالتخلص من الوزن ومن القافية في البداية ثم بعد ذلك بدأوا بالدعوة للوزن كما ظهر في الشعر المنثور لكن شعر المنثور أو ما سوى بقصيدة النثر لم تستمر كثيرا لأنه لم يعد هناك الفرق الفارق الكبير بين الشعر وبينه وبين النثر لكن الشعر الحر لعله يعني له شعراء ومن ينظم أيضا نظرنا أن من ينظم في الشعر الحر تجده أيضا ينظم في الشعر العمودي وتجده أيضا أقرب للشعر العمودي وله أيضا الوزن الموجود طبعا معنى أنه ما زال الوزن الشعر العمودي والذي عرف عنده العربة هو الأصل لكن هذا لون جديد ظهر في الشعر ما يسمى بشعر التفعيلة وهنا يكون الوزن موجود لكن تعدد التفعيلات في البيت الواحد أو في الشطر الواحد وأيضاً لا يقتزم فيه الشعر بقاهية كثابتة كما في الشعر العمودي عرفنا أيضاً نموذج وخذنا مشولة البطر لبدر السيار هذا القسم الأول من الشعر بشكل عام أهم ما ظهر في هذا العصر الحديث في هذه المرحلة ثم ننتقل إلى الجانب النثري الجانب النثر طبعاً نثر هنا نبذة مختصرة عن أهم الفنون التي ظهرت في هذا العصر وكذلك القصة الحديثة والمسرحية والمقالة أشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية الأدب الحديث وعرفنا أيضاً أن الكتاب ينقسم من القسمين أدب قديم وأدب حديث لكن الآن في الأدب الحديث وصلنا إليه أخذنا القسم الأول بداية الأدب ثم أهم المدارس ثم الشعر وعرفنا الشعر على هذا القسم الثاني وهو رابعاً طبعاً نبذة مختصرة عن فنون النثر العربي فنون النثر العربي الحديث طبعاً الفنون التي ظهرت في هذا العصر هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضاً الدخول ومشاهدة هذا الدرس إذن فنون النثر العربي الحديث وهذا هو رابط الدرس الرقمي بدايةً قصة الحديثة قصة الحديثة لم تعد طبعاً قصة كما هي سابقاً مجرد حكاية فقط تروى وإنما أصبحت هنا لها أيضاً فن أصبحت فن ولاها أيضاً شروط ولاها مبادل ولاها أيضاً عناصر كثيرة هنا القصة الحديثة وأنواعه قصة قصيرة لاحظ قصة قصيرة ورواية والقصة القصيرة جداً بعضهم نسميها أقصوصة هي ما تسمى بالقصة القصيرة جداً طبعاً القصة الحديثة هي فن نثري يقوم على حكاية ذات هدف حكاية كما هي الحكاية السابقة ذات هدفية أحكي حكاية طبعاً تتكون من الأحداث هذه عناصرها والشخصيات والبيئة المكانية والزمانية أهم من عناصر طبعاً الأحداث والشخصيات والبيئة المكان والزمان و أيضا الحبكة و ما يسمى بها الحبكة كاملة من أول النص إلى الآخر العقدة و الحل إلى آخر من العناصر لكن هذه أهمها لإحداث الشخصيات و البيئة المكانية و الزمانية تنوعة اتجاهاتها في الأدب الغربي و أيضا هنا في النثر الحديث عنه أيضا تأثر القصة بالنثر و أن الأدب الحديث أيضا أغلبه و أيضا عادوا إلى القديم و أخذوا كما في مرسة وحيا و غيرها في الشعير و ثم هناك أيضا تأثرت تأثرا كبيرا جدا بالمدارس التي ظهرت في الأدب الأوروبي و في الأدب الغربي في تلك الحقبة و كذلك كيف أنها أيضا أثرت تأثرا كبيرا على الأدب العربي هنا تنوعة اتجاهات هذه في الأدب الغربي في البيئة الكلاسيكية مقصود بها التقليدية القديمة و الرومانسية أيضا القصص الرومانسية و الواقعية و الرمزية يعني بحسب مدارس مذاهب مذهب الرومانسي و مذهب كلاسيكي و مذهب الواقع و مذهب الرمزي كل هذه مدارس وفيما يأتي أبرز أبرز أنواعها طبعا تنوعت القصة أيضا وتأثرت القصة في الأدب الحديث العربي كذلك بما تأثر به الأدباء بما تأثر به الذين درسوا أيضا ونقلوا هذه الثقافة في المدارس وتأثروا بها بداية طبعا في أنواعهم قصة القصيرة قصة القصيرة هي حكاية متوسطة الطول حكاية متوسطة الطول تقوم على حدث أو أحداث قليلة يعني لا تقوم أحداث كثيرة لذلك سميت قصة قصيرة على حدث أو أحداث قليلة لشخصية وشخصيتين تربط هذه الشخصيات الرئيسة علاقات بأشخاص وأحداث ثانوية طبعا محور القصة إما شخصية هو البطل ما يسمى ببطل شخصية محورية أو شخصيتان إن كان يعني زادت لكن غالبا تكون في شخصية واحدة تتحدث فيها ويكون أحداث كلها تتعلق بهذه الشخصية يتضح من خلالها صور محدودة للشخصيات الرئيسة كقصص جورجي زيدان المستمدة من التاريخ العربي أيضا قصص هذه نوذج من قصة القصة القصيرة وبلغت إحدى وعشرين قصة يعني مستمدة من أدب العربي ثم أيضا ذكر ويكون محور حديث عن قصة وعن شخصية واحدة الرواية النوع الثاني طبعا هذه أطول وأكبر وأتم الرواية طبعا هي قصة طويلة تستمر أحداثها الكثيرة مددا زمنية بمعنى تستمر سنوات سنوات طويلة وأيضا لكل مكان أو لكل حدث شخصية رئيسة مثلا محمد في الرياض وعبد الله في الجدة وأحمد في الدمام كل واحد له أيضا أحداث وله شخصيات وله زمان طويل ثم بعد ذلك الكاتب يربط بين أو العلاقة يعني يحاول أن يصور العلاقة بين الشخصيات الرئيسة الثلاثة في القصة لأنها تتحدث عن المدد الزمنية ذلك يسمى الرواية قصة طويلة تسمى أحداث كثيرة مددا زمنية مدة ممتدة تقوم بها شخصيات كثيرة متنوعة بمعنى الأبطال كثر شخصيات كثيرة متنوعة تطول طالة كبيرة طبعا تتكشف بتداخل أحداثها مع الحياة علاقات شخصيات مع بعضها البعض علاقة شخصيات بالناس والحياة والبيئة وغيرها في تحليل العميق وتستبع التفاصيل وهي إما طبعا تنقسم أيضا الرواية إما رواية تاريخية معنى يصف فيها التاريخ مستمدة من التاريخ طبعا الرواية التاريخية تسمد أحداثها من وقاع التاريخ يعاد بناؤها طبعا ولا بد أن تكون الرواية التاريخية حقيقية لأنها تستمد من التاريخ حتى لا يعني يكذب مثلا أو يأتي بأشياء غير موجودة فلابد أن يعتمد على التاريخ اعتماد كلي لكنه يصور هذه الشخصية ويحاول أن يركز على بعض التفاصيل في ذلك لذلك هذه حتى تكون مشوقة للقارئ وحتى تكون يستطيع القارئ تتابع أو أنه يركز على أحداث تفصيلية كثيرة في حياة الشخصية التاريخية التي يتحدث عنها فهنا تستمد أحداثا من وقاع التاريخي وعاد بناءه وترتيب الأحداث والشخصيات فيها بتفصيلات إذن حتى لا يتحدث فقط يعني عن الشخصية التاريخية فقط بالوقاع التي ظهرت في التاريخ هنا يكون سرد تاريخي فقط ويعادل التاريخ لا تعود أو لا تكون فن أدبي مثل قصة لكن القصة لا يهتم بالتفصيلات ويركز على جانب أو أهم الجوانب التي يراه أن حتى يصلها لهدف معين يريد أن يوصلها إلى القارئ ثم مع الأحداث حقيقية وحقيقية لكنه أيضا يأتي بجوانب تفصيلات قد لا تتصل بالحقائق الموجودة التاريخية الأساسية كروايات طبعا هذه رواية يعني كروايات معروفة الأرناؤط ومنها سيد قريش يعني معنى أنه يأتي إلى الحدث الرئيسي ولا يغير فيه منما يذكره كما هو ولا يغير فيه أنه يعتمد على الكتب التاريخ وحتى يعني يأتي بزيادة في بعض الأحداث لكنه يركز على جانب التفصيل في الشخصية وجانب أيضا في الأحداث يحتم بتفاصيل الدقيقة هنا هذه الاهتمام بتفاصيل الدقيقة طبعا قد لا يرتبط بالحديث الرئيس أصلا ولا ولكنه يحاول التركيز عليها حتى يعني يجذب أيضا القارئ ويكون أيضا القراءة كثيرا أيضا حتى يعني يريد ما يوصله طبعا هو الكاتب لا يعطيك مباشرة ما الهدف أو المغزى من أي قصة من القصة أصبع ما تستشفها أنت من خلال القراءة حتى نهاية هذه القصة فكل هذه الأحداث وهذه الشخصيات يطوعها لأجل هذا الهدف أو لأجل الفكرة التي يريد أن يعبر أن يعبر عنها هنا قد لا تتصل طبعا هذه التفصيلات بالروية التاريخية بالأحداث التاريخية أساسية كرواية معروفة الأرناوت هذه نموذج منها سيد قريش وعمر بن الخطاب يعني تحدث عن شخصية عمر رضي الله عنه لكنها ركز على بعض التفصيلات التي غير مذكورة في الوقائع أو في التاريخ كما ذكر في خصة عمر رضي الله عنه عبد الحميد جودت أيضا السحار روايته قلعة الأبطال هذه رواية تاريخية إذن هذا النوع من نوع الرواية التي هي أطول مقارنة بالقصة القصيرة الرواية أطول وتكون تمتد فترة طويلة زمنية طويلة الرواية اجتماعية هنا تخص المجتمع رواية أخرى أو النوع آخر اجتماعية تعتمد على أحداث وتجارب ومشاهدة في الحياة طبعا الاجتماعية تكون أحيان واقعية مع أنها قريب من واقعية تعتمد على أحداث وتجارب ومشاهدة في الحياة من خبرات القاص نفسه طبعا خبرات القاص نفسه طبعا خاص هو الذي يأتي بهذه الأحداث ومشاهدات يأتي به أحداث ومشاهدات من خلال رؤيته هو أو نظرته لهذه الأحداث والمشاهدات مثل قصص طاها حسين في دعاء الكروان هنا قصص اجتماعية تحدث عن المجتمع لكنه يرى هو المجتمع فيعبر عن هذا المجتمع كما يراه ويذكر ذلك في هذا القصة التي تتعلق بالمجتمع وشجرة البؤس كذلك قصة طاها حسين مازني أيضا في إبراهيم الكاتب له قصة بعنوان أو رواية بعنوان اجتماعي إبراهيم الكاتب وأيضا عود على بدء وتوفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف يذكر أحداث التي تتعلق بهذا النائب في الأرياف يذكرها في كل يوم في حدث وهذا أيضا يتعلق بالمجتمع وهي رواية أيضا عودة الروح ونجيب محفوظ في ثلاثيته بين القصرين وقصر الشوق والسكرية أيضا له رواية بين القصرين وقصر الشوق والسكرية أيضا نتحدث عن حداث المجتمع المصري في تلك الحقبة وفي الأدب الحديث وذكر بعض ذلك ويضا من خلال نظرته يذكر ذلك ويضا رواية مشوقة وكانك يظهر للطلاع عليها في الرواية الاجتماعية أيضا تعتمد على المجتمع لكنها تصور من قبل الكاتب يعني أنه رؤيته الكاتب للحدث وليحداث التي ذكرت في المجتمع وما إلى ذلك هذا في الرواية ذا الرواية التاريخية ورواية الاجتماعية القصة القصيرة جدا هذا طبعا قصة قصيرة جدا لاحظ بين قصرين هنا أقصوصة أقصوصة طبعا أقصوصة جنس أدبي يمتاز بالقصر الحجم طبعا لاحظ لما قلنا القصة هي حكاية تصور عدم الشخصية والحداث الشخصية والحداث هذه هي التصوير في الكصة وأن لها بداية ثم وسط هذه الأمور تتأزم هتتصل مرحلة العقدة ثم يسوق الكاتب فيها الحل ثم النهاية غالبا يعني إما يكون مثلا البناء بشكل هرمي كما عرفنا سابقا وأن القصة مثلا بشكل هرمي حتى تتصل أمور الرأس الهرم هو العقدة ثم يسوق الكاتب فيه الحل ثم تصل النهاية أو مثلا أن تكون على شكل حلقات مشكلة ثم حل ثم مشكلة ثم حل أو أن يبدأ مثلا بالنهاية و يكون مثلا يأتي إلى البطل و يكون مثلا البطل قد وصل للمرحلة أو في السجن و نقول ثم يحكي كيف وصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذا السجن و هذا ما يسمى بالبدء من النهاية كل ذلك بأنواعها طبعا سواء قصة قصيرة أو رواية أو الأقصوصة لكن الأقصوصة أو ما يسمى بالقصة القصيرة جدا هنا جنس أدبي طبعا وظهر حديثا وكثر أيضا كتابه في هذا العصر وفي الفترة خاصة في العصر الحديث ليش؟ لأنه لعله يمكن واقع الحياة والسرعة وما إلى ذلك ولعله أيضا لأنه أسهل فيه في الكتاب ولعله أيضا تركيز على جانب فقط جانب معي لاحظ هنا تمتاز هي القصة القصيرة جدا بقصر الحجم والإيحاء إيحاء مكثف فيها إيحاء مكثف جدا أيضا النزعة القصصية الموجودة فيه أقصر وأقل حجما لذلك سميت وتركيز من القصة القصيرة يعني ليست مثل القصة القصيرة تبدأ بحدث واحد أو بشخصية بطل وشخصية من أول القصة حتى إنهايتها ينتهي أو حدث شخصيتان مثلا بطلان لكن يتعلق بعضهما ببعض مونادرا في القصة القصيرة أن يكون ذلك لكن هنا لا تصل بضعة أسطور طبعا بعضهم يعني من القصة القصيرة جدا يركز على حدث واحد فقط يذكر حدث أو يذكر جانب من جوانب هذه الشخصية طبعا هي تميل إلى الغموض وإلى إيحاء وإلى التركيز وإلى جانب طبعا هنا أمثلتها مجموعة عزلة مجموعة عزلة لأنكيدو وليهيثم بنهام وأيضا نزف من الرمال لحسن البطران هذه القصة القصيرة جدا هي لون حديث ظهر في الأدب حديث طبعا القصص القديمة في بداية أصلا لو نظرنا تتابعنا تاريخ قصة في بداية كانت حكايات كان في عصر الجاهلي عرفت من القصة منذ العصر الجاهلي وكيف أنه كانوا يجلسون للمسامرة يجلس العربي في المسامرة بعد بعيدة مغيب الشمس ويبدؤون في ذكر طبعا قصة من الإنسان تستهويه في القصة فلذلك تجد أنها يكثر من القصص لأنها مشوقة ويحب أيضا جانب التشويق ويعرف ويريد منهم أن يذكر أحداثا فكانوا يجتمعون للمسامرة ويذكرون قصص أبائهم وأجدادهم وحروبهم ونزاعاتهم هذه كان حكاية فقط مجرد حكاية تروى يتخللها طبعا أساطير أسطورة أو قصص الجن والعفارية وما إلى ذلك أو قصص حروبهم ونزاعاتهم التي في أجدادهم كيف حصلت ثم يعني هذا لهدف قطع أو لهدف الوقت التسلية والاستمتاع ثم بعد ذلك تطورت القصة وظهرت في كتب وعرفت لما وصلت أصل حديث أصبحت فن معروف تأثرت من مدارس وظهرت فيها الواقعية والرمزية والكلاسيكية التقليدية وكذلك الرومانسية قصص تحكي الواقع طبعا المسلم ليس الواقع كما هو لا يصور وإنما بطريقة الكاتب يعني معنى أن أأتي بأشياء مثل الواقع مثل أن تخرج أو يتحدث مثلا عن طالب في مرحلة ثانوية ثم يذكر كيف حصل على التخرج كيف نجحه وكيف معاناته في الدراسة أو في التخرج إلى آخر لكنه يسور بطريقة يعني أدبية فيها شيء من يعني ما يعطيك الواقع بحذافه لي وإنما يحاول أن يركز على جوانب كما يريد هو أن يوصل إليك يعني الفكرة عند أي كاتب من الكتاب أن يذكر القصة بهذه الطريقة طبعا ظهرت أنواع في العصة الحديث التي قلنا قصة قصيرة التي تتحدث عن بطل ثم هذا البطل يذكر أهم الشخصيات والأحداث التي فيها ثم مع ذلك يتكون في الختام ثم الرواية والرواية هي طويلة جدا هي الأطول قصة قصيرة والرواية ظهر الجديد التي هي ما يسمى بيئة الأقصوصة طبعا قصة حدث بطل وأحداث ثم يصور هذه الأحداث ويذكر ذلك الرواية أكثر من بطل أو أكثر من شخصية رئيسة هنا يذكر هذا الشخصية رئيسة أو هذا الشخصية رئيسة كلها أحداث هذه الأحداث يربطها مع بعضها البعض أو الشخصيات في نهاية القصة حتى يعني يكون فيه رابط بينهما أو يعني فكرة يكون يعني تجمع بين هذه الشخصيات والأحداث القصة القصيرة جدا هذه بضعة أسطور ما يركز فيها لا على شخصية معينة تبدأ من بداية حتى النهاية ولا على حدث يعني أحداث كثيرة لا وإنما يأتي لجانب فقط واحد يعني جانب من جانب الشخصية مثلا أو طبعا لاحظ هنا ماذا يقول جنس أدبي حديث يمتاز بقصة للحجم وهذا كثر كما قلنا وكتابه كثر أيضا فيه شيء من الغموض الرمزية كثر في الغموض الرمزية وكأنه يريد أن يعطيك شيء تفهمه ولعل هنا في إحاء مكثف ونزعة خصية موجزة نزعة خصية موجزة في بعض القصص وسنعرف أيضا نماذج إن شاء الله فيه كما دخلنا في بعض الدروس القادمة نعرف أيضا نماذج من قصة القصيرة القصيرة جدا هي أقصر طبعا وأقل حجما مقارنة بالحجم أقصر قصيرة جدا وأكثر تركيز بأكثر قصة القصيرة يعني مركزة معنا أن عباراتها كلها تدل على معاني كما يذكرها الكاتب لأنها قليلة جدا تعني تصل إلى بضعة أسطور فقط يعني أسطور معي ولذلك الكثورات لأنها قصيرة يستطيع الكاتب أن يكتبها في وقت قصير ويستطيع أن يحلل ما يريد سواء يركز على جانب مثلا أو يركز على حدث أو يركز على قصة أمثلتها مجموعة عزلة لأنكيدو و هيثم بنهام و كذلك نزف من الرمال لحسن البطرون وأمثلة كثيرة لكن هذه مذكورة عندك في الكتاب و كثيرة للقصة القصيرة جدا و ما يسمى بالأقصوصة المسرحية طبعا هذا الجامع الآخر مسرحية طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي ميكانك الدخول لمشاهدة الدرس مسرحية نص أدبي يبني على حوار يبنى على حوار طبعا مسرحية مثل مسرحية المعروفة الآن أصل حديث لكن هو نص أدبي يبنى يكون الحديث بلا شخصيات عن طريق الحوار يقسم إلى مشاهد الفن المسرحي في الأدب العربي بدأ بظهور فن مسرحي في لبنان بداية أسس مارون نقاش فرقة تمثيلية من الهوات و مثل معهم في بيته سنة 1264 هجرية هذا بدايات الأدب أو بداية مسرحية أول مسرحية له بعنوان البخيل ألف شقيقه سليم نقاش فرقة في بيروت ثم انتقل بها إلى 1290 الاسكندرية هذا بدايات و قيل طبعا أن بداية مسرحية هي الظل أو خيال الظل كان يعني يجمع الأطفال ثم يأتي في يده ببعض الدماء أو يشكل خيالا في الظل ثم يبدأ بذكر ذلك وهذه بدايات ثم لما ظهر في لبنان أسس مارون نقاش هذه الفرقة في مصر ظهر الفن المسرحي العربي حينما بنى خديوي مصر إسماعيل باشا دار أوبرا في القاهرة وأخذت الفرق الأجنبية تعرض عليها مسرحياتها التمثيلية مرحلة اكتمال المسرحية العربية الحديثة خرج الأدباء من دائرة التعبير الشعري والنثري إلى الكتابة المسرحية المكتملة أصبحت الآن في المرحلة الثالثة كتابة مسرحية مكتملة لأناصرها أو لكل العناصر رواد المسرحية من أشهر كتاب مسرحية في بدايتها فرح أنطون وابراهيم رمزي ومحمد تيمور ألف فرح أنطون مسرحية اجتماعية هي مصر الجديدة ومصر القديمة وألف إبراهيم رمزي مسرحية تاريخية أبطال المنصورة وألف محمد تيمور مسرحية العصفور في قفص والهاوية هو العشرة الطيبة ويعد توفيق الحكيم وعلي أحمد با كثير أهم الكتاب المسرحيين هم الذين نشطوا الحركة المسرحية بسبب كتاباتهم ومسرحية توفيق الحكيم أهل الكهف وشهر زاد والملك أديب ومحمد والسلطان الحائر من مسرحيات علي أحمد با كثير سر شهر زاد وسر الحاكم بأمر الله وإمبراطورية في المزاد تبعا لذلك أنشئت الفرق المتخصصة والجمعيات التي تشجع على دراسة تمثيل وتأليف المسرحيات وهذا هو التطور المسرحية من بدايتها حتى الأصر الحديث حتى تصبحت مكتملة على الأصر المقالة النوع الثالثة واللون الثالث من النثر العربي المقالة طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي أيضا بمكانك الدخول طبعا المقالة ارتبطت بالصحافة لم تعرف المقالة إلا مع ظهور الصحف في البداية طبعا هي قطعة نثرية محدودة الطول قطعة نثرية بعضهم عدها بالكلمات لكن قطعة نثرية محدودة الطول تعالج موضوع المعين نذكر فيها الكاتب موضوع من وجهة نظره ولها عناصر فنية تقوم عليها موضوعات المقالة طبعا يتاح للكاتب المقالة لنتناول موضوعات كثيرة متنوعة علمية كانت أو أدبية في البداية كانت أدبية بعد ذلك تطورت واصبحت موضوعات متنوعة علمية واجتماعية ورياضية مع اختلاف زوايا أو زاوية التناول اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا المقالة في الأدب العربي ارتبطت فن المقالة منذ نشأته بالصحافة وكما عرفنا لم تعرف المقالة إلا فيه في الصحف واستمدت منها وجوده وتنوعات وموضوعاته بحسب الاتجاهات التي سادت في الصحافة العربية كانت صحف خاصة بالأدب فكانت مقالة أدبية ثم بعد ذلك تنوعات صحف فكانت تنوعات أيضا المقالات خصائص المقالة الحديثة اختلف الأساليب فن المقالة طبعا تطور أسلوب الكتابة في الصحف والمجلات منذ مطلع النهضة الحديثة حتى الوقت اتسم فن المقالة بالبساطة في التعبير وعمق الفكرة يعني كيف يعطيك المعنى أو الألفاظ أو الأفكار ببساطة لكن فكرة عميقة بالتركيز والموضوعية أيضا اهتم المقال في أدبنا العربي الحديث من موضوعات العامة والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية والنقدية وأغلب فروع العلم والمعرفة معنا أنها تنوعت كثيرا أشهر كتاب المقالة في الأدب العربي الحديث اجتدبت المقالة معظم الكتاب في العصر الحديث مثل مصطفى المنفلوطي وعباس العقاد وشكيب أرسلان وأحمد الزيات وطه حسين وغيرهم من الكتاب الذين ظهروا في هذا العصر هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وحديث عن النثر في العصر الحديث المقصة ثم المسرحية وكذلك المقالة هذا وصلى الله وسلم عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين